السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس يبدلنا إن شاء الله نتعلم مع بعض طريقة الأداء الصحيح لميزان أمامي من الثبات لكن قبلها سنتذكر مع بعض مواضعنا وتعرف مع بعض على مواضعنا الفصل الدراسي الثاني سنتظر بشكل جدا سريع وبعدها ننتقل يتمنى اليوم تمرين نحما نهيذها العضرات والمفاصل عشان تمريننا اليوم بإذن الله وبعدها ننتقل مع بعض إلى درسنا اليوم بشكل بسيط جميل إن شاء الله وبعدها ننتقل إلى مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بعضنا الآن على مواضعنا الفصل الدراسي الثاني تكلمنا في سبع ماضية عن الوقوف على الكعبين والمشطين وأيضاً الركن الصحيح للكرة المتحركة بالقدم وأيضاً القافة لتجاوز ارتفاعات مختلفة بطريقة صحيحة وآمنة وأيضاً الميزان الأمامي من الثبات وهذه مراتنا بإذن الله اليوم نتكلم عنها بالتفصيل وبعدها بإذن الله سبيع القادم سنتكلم عن الدفع الصحيح بطريقة آمنة وفعالة وأخيراً الحجل بطريقة صحيحة إلى الأمام هذه المواضعنا بإذن الله في الفصل الدراسي الثاني والآن ننتقل لتمرين اليوم تمرين بسيطة وسهلة نبي الآن من الجميع يكون جاهز ويحضر أي أداة تساعد على أداة هذا التمرين البسيط بإذن الله يحضر أي كرة مناسبة أو أي أداة ممكن أداها يكون بشكل جانب الوقوف قد رعين إلى الأمام وإلى الأعلى وارجع القدم إلى الخلف ثم إلى أمام ولمس الكرة ورجوع مرة أخرى عشر عدات ثم ننتقل إلى القدم الأخرى عشر عدات لدي ما جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية وممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شكل جدا بسيط وممتازين سبعة تمانية تسعة عشرة قف ننتقل الآن إلى القدم الأخرى ارجعها إلى الخلف مع بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية وممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ننتقل الآن إلى التمرين الثاني تماني الثاني وقوف الذرعين خلف الأذنين وقف شكل مستقيم رفع القدم ولمس المرفق ومتازين ورجع مرة أخرى ثم الجهة الأخرى ولمس المرفق اجتبع جاهز مع بعض تمرين ابتدي رجع مرة أخرى ومتازين واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثالث وفشكل مستقيم ذرعين في الوسط النزول إلى الأسفل رجوع إلى وضع البداية جمع جاهز مع بعض تمرين ابتدي نزول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أشرة استمر رجل الثانية واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف رح مع بعض في المكان وفي الصحيح ضغر المستقيم وتعزيم مع أخذ الشيق والزفير ونؤكد مثلما ذكرنا نحصل ماضية دائما أثنان الشيق يكون عن طريق الأنف وبعدها إخراج الزفير إلى الخارج عن طريق الثم مع بعض وتعزيم مرة ثانية أخير أخير فازين أبطال ندخل الآن ونتعرف على درسنا اليوم اللي راح تكلم عن الميزان الأمامي من الثبات البداية مهارة الميزان الأمامي من الثبات إحدى مهارات الثبات والاتزان ويضم المهارات الحركية الأساسية غير الانتقالية في هذه المهارة تطلب عندنا الثبات بدون الحركة ويضم المهارات الحركية الأساسية وفيما يلي خطوات أداء الميزان الأمامي من الثبات أولا من وضع الوقوف واستقامة الجذع يتم رفع الذراعين جانبا هذا الآن صورة المعلم الوقوف الذراعين للجانب الوقوف بشكل مستقيم هذا الخطوة الأولى ثانيا ميل الجسم للأمام مع رفع الرأس أماما عاليا ورفع إحدى الرجلين خلفا عاليا ببط كل قدمين على الأرض وبعدها رفعها إلى الخلف ببط وميل الجذع للأمام وأيضا ثالثا استمرار ميل الجسم للأمام إلا أن يصل إلى وضع الأفقي وتقريبا موازي للأرض لقد الآن رجاء القدم إلى الخلف وميل الجذع إلى الأمام وهي الخطوة الثالثة الممتازين استمرار متماكنة حتى يكون موازي على الأرض رابعا يكون النظر متجه أماما عاليا مع رفع الرأس للأعلى وانثناء الرقبة للخلف قليلا حيث الآن دامن يكون النظر إلى الأمام وإلى الأعلى وتكون الرقبة إلى الخلف بشكل جدا بسيط فيما ذكرنا يكون النظر متجه أماما عاليا مع رفع الرأس للأعلى وانثناء الرقبة للخلف قليلا خامسا تكون رأس قدم الرجل المرفوعة على مستوى واحد تقريبا ذكرنا قدم الخلفية تكون تقريبا على مستوى واحد مع الرأس سادسا تكون رجل الارتكاز ممتدة كاملا والقدم بأكملها ملامسة للأرض الحظر الآن قصد فيها قدم ارتكاز هي القدم يرتكز عليها الجسم تكون بكامل امتدادها وتكون القدم بأكملها على الأرض حتى تضعكم جميعا طريقة الأداء الصحيح شهد الآن مقطع توضيحي وضحنا طريقة الأداء الصحيح لأداء الميزال الأمامي من الثبات شهد الآن الوقوف الذراعين للجانب رفع القدم للخلف وميل الجزع للأمام ومساعدة المعلم للهضة الآن مساعدة المعلم في رفع القدم والذراعين تكون للجانب والثبات في هذا الوضع لعدد من الثواني نشاهد مرة أخرى الوقوف بشكل مستقيم وبعدها رفع الدراعين جانبا وبعدها رفع القدم للخلف وميل الجزع للأمام والنظر يكون للأمام وللأعلى نلاحظ الآن هذه قدم ارتكاز تكون بشكل ممتد وشكل كامل والقدم بأكملها على الأرض وعدم الوقوف على مقدمة القدم دائما نحرس تكون القدم بأكملها على الأرض وقدم ارتكاز بكامل امتدادها والآن ننتقل مراجعة وسيطة على درسنا اليوم صح وخطأ؟ من خطوات أداء مراتنا اليوم الميزان الأمامي من الثبات تكون رجل الارتكاز ممتدة كاملة والقدم بأكملها ملامسة للأرض هل هذا السؤال صحيح أم خاطئ؟ مرة أخرى خطوات أداء مراتنا اليوم تكون رجل الارتكاز ممتدة كاملة والقدم بأكملها ملامسة للأرض ممتازين أبطال هذه من الأسئلة الصحيحة لو شهدنا الآن صورة وضحية أو صورة الطفل هذه القدم الارتكاز مثل ما ذكرنا هي القدم اللي يرتكز عليها الجسم أو اللي راح نوقف عليها وأيضا تكون القدم بأكملها ملامسة للأرض والقدم ممتدة بشكل كامل وعدم انثنائها وذلك يعتبر من الأسئلة الصحيحة ممتازين أبطال كذا يا أصدقائي يصير تعرفنا مع بعض طريقة الميزان الأمامي من الثبات إن شاء الله جميع استفاد طبق معنا يعطيكم العافية جميعنا على حسن إنصاتكم وإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته